الحكاية اللي أنا هكلمك فيها دلوقتي كانت محل نقاش طويل مابيني ومابين فريق عمل برنامج رقم عشر وعادنا نفكر نعملها ولا من عاملهاش عاديك بس مقدمة الأول للحكاية وبعد كده هقولك احنا هنعمل ايه احنا عايشين بقالنا فترة بنسمع دايما عن كلمة لجان إلكترونية دايما بتسمع عنها ورغم كده ورغم اقتناعك وعلمك ان فيه حاجة اسمها لجان إلكترونية احيانا بتأثر فيك احيانا مش احيانا في كثير من الاحيان تؤثر فيك لا نفسك متأثر ليه واحد كاتب كريم وحش التاني كاتب كريم سيء التالي كاتب كريم مش عارف ايه الرابع كاتب كريم رغم ان انت بقى بتقول كريم ده كويس مسلا بس من كتر من انت شايف في كل حتة كلام ان كريم سيء فجأة انت كمان بتتأثر ده بقى بيحصل مع مين بيحصل مع لعيبة الكورة بيحصل مع المدربين بيحصل مع ادارة الاندية بيحصل مع اعلاميين بيحصل مع اي حد اي حد تعال بوس امسكلي ده بقى هتقولي تعال بتتقال كده نص خلاصلي على ده خلاصلي علي مع نويا يعني يلا خلاصلي على فلان فالموضوع بقى مؤذي جدا وما بقاش منطقي وبقى مكشوف اوي اوي وهوريك احنا هنعمل هنا في رقم عشر حاجة كده كل فترة لعله وعسى تاخد بالك واحنا ناخد بالنا مع بعض كلنا انه الناس دي بتشتغل ازاي هنعمل حاجة اسمها اقفش لجنة ايه اقفش لجنة هنقفش احنا اللجنة هنقفش وبسولة على فكرة يعني مش شطارة يعني مش مش يعني اللوة احنا ايه اسكية قوي واكتشفنا مش عارف ايه ده بتبقى مفضوحة ومفقوسة وشكلها يعني يكسف تعال اواريك لجنة من اللجان عملت ايه النهاردة بغضى النظر عن التوبك نفسه او الموضوع بس هوريك الموضوع شكله بيبقى عامل ازاي يلا بينا هتقولي السور بص يا سيدي اولا احنا شايلين اسماء الصفحات يعني عشان ما نعمل لهمش دعاية وفي نفس الوقت يعني ايه مش حكايتنا الصفحات اسماءها بعينها يعني بس ما شاء الله نفس البوست عدى اسبوعين كاملين ومشوفناش اي اعلامي اتكلم في النقطة دي عن اللاعب امام عشور ولا حد اتكلم عن عقابه ولا التحية معاه في الموقف بتاعه ضد محمد عويد بص بقى على كل البوست المكتوبة ديت كل اللي مكتوب هو هو نفس الصيغة يعني حتى يا عم اللي بتعمل لجنة اجتهت شوية وغير في البجات ديت صيغة الكلام هي هي لا اخد بقى الكبيرة ده نفس الصورة طيب نغير صور حتى يا شباب نغير صور نغير صور وبعدين معلش يعني سيبك بقى من الحكاية نفسها هو مين ده اللي ما تكلمش على امام عشور انا ما شفتش لعيب تم انتقاده من الجميع ما بعد مباراة السوبر الافريكي قد امام عشور لدرجة انت اسمعت ناس مسؤولين في النادي الاهلي بيتكلموا على امام عشور وان احنا عايزونه يبقى افضل واحسن والفترة اللي جاية فاصلا امام عشور وكاينه شايل لها الواحدة يعني كل فرقة الاهلي في مباراة السوبر دي مكتش جيدة بس امام كل هو اللي شايل طيح حد هي يقولك هو تليم ما اتكلمتوش على امام وفيين عقاب امام وفيين قتل امام وفيين حكاية امام برضو بغض النظر كلام ده صح ولا غلط انا بكلمك على فكرة انه تعالوا نشتغل لجنة تعالوا كلنا ننزل نهجم على حد خطيرة جد ولازم تاخد بالك انت كمطلقي لازم تاخد بالك لما تلاقي حاجات زي كده كتير تفهم على طول ان النواية مسالكة مفيش حد بيبقى نواية سالكة ونواية صحيحة ونواية سليمة وبيوزع على الصفحات دي كلها هتقولي يعني الصفحات دي بتنزل الكلام ده كله ليه برضو كلنا عارفين وفاهمين وحافظين ان كل الحاجات دي بتبقى ممولة بفلوس يعني مقابل خد البوست ده وحديك تمنه موضوع خطير جدا بالمناسبة يعني الشيرز واللايكس والتفاعل على الحاجات دي كبير كبير يعني للأسف فيه ناس بتصدق الكلام ده طيب دي حكاية